ضمن كذلك المجالات التي نجلس إن شاء الله هذه نفتح لها وهو المجال الإعلام والتوصول لماذا لهذا المجال من طبيعة الحال الأهمية كبيرة خاصة في هذا العاصر وفي هذا الظرف اللي احنا نتواجه فيه لسببين أولا ترافع من أجل تعريف القضايا والهموم الساكنة المحلية اللي كان عبره عليها كان مجلس جماعي اللي نحن نمتل الساكنة ثانيا ليكون أن هذا التواصل يخلق واحد لاتيقى عند الساكنة من خلال الأخبار الحقيقية الواقعية اللي هتوصلهم عن أداء المجلس لأنك تعرفوا هذا المجال أو هذا المجال للتواصل الجماعي ينشط فيه كثيرون كثيرون ولكن مصدقية قليلة جدا كان لتكسب بهواه يعني لغرضين في نفسه عقوب ويشتم هذا وينقصه من قيمة هذا غيره كوك دون سبب أو اللي عنده حسابات كيجيباش يفرغها تماما ويصفيها لذا نحن إن شاء الله المجلس أولا نعتمد أولا عن الموقع هذه الجماعة اللي غادي تمتحين دياله وفي المواكبة ديال الأداء المجلس صغيرة يعني كل صغيرة وكابرة قد تدرج فيه باش المواطنين يتمنى معنا أو عفوان يشاركنا في الأداء ديالنا وهو كذلك وسائل تقويم لتابع الأداء اللي ذرنا من خلال الموقع راه كذلك غادي ندروف صحا خاص بالأراض المواطنين ونستمعوا للشيكات ديالهم ولا الاجتماعات ديالهم باشي لكن ما نعالجون نعالجون وفي نفس الوقت سيكون وسيلة للتصدي للمغريضين لأن أي تنمية تنمية له أعدى أي صلاح أو إصلاح له أعدى هذا دخل في الصيرورة البشرية في طبيعة نفس البشرية ولحطة نغيرة من انتخاب الكتاب اليوم مرة بدأت بعض الأصوات من هذا النوع ما عليش نعطيها قيمة كثيرة بدأت تنشر الإشاعة المغريضة وصراحة غادي هذا الشيء إن شاء الله غادي نواجهه بكل صراحة وكل صدق بالحقيقة ما عليش نحن ما داخل نشين دخلوا بصير عاد خاوية ولا لقيلوا القاد نحن كان مجلس كل ما هو صادق واقع غادي نشره وكل ما هو اللي بدأ شيء انتقاد كان طبيعي كان معقول نتبناوه ونحاول نصلحو به ولكن كل ما كل واحد اللي جاب شيء افتراء ولا الغاية ديال أنه غير يشوه ولا ينقسم القيمة ديال أدام مجلس ولا الحقيقة يعني شوه أو إذا بالحقيقة سنصدره بالحقيقة الأقل والأكثر راه كما تقول كل واحد القلم الحمد لله الأقلم لا تعوز أحدا فالمواقع التواصل للجمارة مستوحة من الجميع ولا تمنى أنه اللي يقول الصدق هو اللي يخصوه يتسمع وهو اللي يخصوه يتعطي لمجال في الحقيقة ولكن كما قلت نحن مع المواطنين وسنتواصل معهم إن شاء الله من خلال موقع من خلال كدر الموقع ديال الإعلام المحلي اللي تنعفو فيه ناس ناشيطين الحمد لله الناس لهم إسهامات في هذا المجال في هذه السنوات وكذلك الناس اللي كل عنده رغبة في خدمة يعني الإعلام النازي نحن معهم إن شاء الله وادين تعانوا معه والسلام عليكم